بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية من هاته ان شاء الله هنجد درسي مهم جدا في البداية احنا كنا درسنا قبل كده يعنيه prime number ويعنيه composite number باختصار شديد prime number was only two factors ده number itself and one يعني ايه يعني مثلا لو خدنا number seven seven دي اقدر اكتبها seven times one ما اقدرش اكتبها يعني مفيش two factors غير دوت seven and one يبقى seven has only two factors اللي هما seven and one خلاص يبقى seven دي بنسميها prime number is a prime number طيب بالنسبة لو خليك number تاني وليكن six six دي ممكن اكتبها six times one كمان ممكن اكتبها two times three فانا لو عديت factors الخاصة بال six هلقيها one two three six يبقى ان عندي كده كان factor six four factors six is not a prime number طب النمبر اللي هو is not a prime number بنسميه ايه؟ بنسميه composite number composite number طيب يفضل دايما ان احنا نحفظ اكبر قدر ممكن من prime numbers طب prime numbers تبدأ بايه؟ تبدأ بال two يعني two is the smallest prime number وهو الوحيد اللي ايه بالنمبر وبراين two three five seven eleven thirteen seventeen seventeen nineteen twenty twenty three twenty nine وهكذا and so on طيب يفضل ان احنا نحفظ اللي هي less than one hundred بكل سهولة اه بنتعرف عليه طب اشهر prime numbers احنا بنستخدمها في هي ايه؟ هي two three five seven هم دول اللي احنا بنستخدمهم في براين فاكتوريزيشن لو داني نمبر بقى كومبوزيت وقال لي مثل الفاكتورز الخاصة به وليكن يا مستر اه الفاكتورز ديت بالاخص عايزينها براين فاكتورز يعني لو قلت لي مثلا سيكس سيكس تايمز وان اه و سيكس مين هنا هتلاقيها طب six or one is not a prime factor يا مستر يبقى احنا هنا هنحدد درسينا النهاردة ازاي نحدد ال prime factors لأي نمبر موجود عني تعال نشوف ايه؟ 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 انا عندي اول نمبر عندي اللي هو ثيرتي سيكس الثيرتي سيكس ده محتاجين ان احنا نعمله في كذا طريقة في طريقة وفي طريقة الفاكتور تري الفاكتور تري هي اسهل طريقة دي ممكن اعملها طب ممكن اخطار عادي مفيش مشكلة يعني ممكن تلاقي كذا تشتغل بها الفور والناين are not prime factors الفور تكتبها 2x2 والناين بكتبها 3x3 وبعدين بقول pick up the prime factors يبقى هنعمل سيركل على 2 وسيركل على 3 يبقى اصبح الثيرتي سيكس دي اقدر اكتبها 2x 2x3x3 ده بنسميه prime factorization طب لو سألني على exponent او بال36 بقول اتقررت مرتين بكتبها 2 squared وال3 اتقررت مرتين برضو بكتبها 3 squared يبقى بال36 بقدر اكتبها 2 squared times 3 squared ودي حتة ان شاء الله هتدرسها قرأي بس احنا حبينا نقولها هنا فيش مشكلة البعد كده number b 28 28 من اشهر الحاجات المشروع عندنا اه في 4 times 7 هتلاحز ان 7 ده prime فتعمل عليه سيركل من الاول وال4 خدناها بلكده اعملها 2 times 2 وال2 عندي يبقى اصبح 28 ممكن اكتبها 2 times 2 times 7 وال28 برضو ممكن هستشف ان 2 times 2 اعملها 2 squared times 7 يبقى 28 والان انا ممكن اكتبها 2 squared times 7 اه 48 ممكن اعملها 6 times 8 ممكن اعملها 2 times 24 الاسهل اعملها 6 times 8 6 is not a prime number ممكن اكتبها 2 times 3 والايت يبقى هكتبها 2 times 4 وهيخد بس اكتبها 2 times 2 يبقى اعمل سيركل على يعني عندي 2 3 2 3 2 يبقى اصبح اتكررت كم مرة اتكررت يبقى بكتب اكتبها كده 1 2 3 4 وعندي 3 مرة واحدة بس يبقى 3 يبقى اصبح 48 دي بكتبها 2 raised to the power 4 times 3 يبقى الخاصة من 48 بكتبها 2 raised to the power 4 times 3 ده بالنسبة لل تعال ناخد اكسرسيز على هذا الكنان ممكن استخدم طريقة تانية اللي هي الvertecal line بكتب 16 وكتب vertical line وهو 16 is divisible by 2 equals 8 8 is divisible by 2 equals 4 4 is divisible by 2 equals 2 2 is divisible by 2 equals 1 باوصل اللي 1 عندي هنا يبقى اصبح 16 اقدر اكتبها 2 times 2 times 2 times 2 2 is repeated 4 times بقدر اكتبها 2 raised to the power 4 45 بقدر اكتب 45 is divisible by a ممكن تستخدم بقى انا استخدم هنا بقى ايه الكاردس اللي احنا قلنا عليه الكاردس 2 و 3 5 و 7 دول اشهر الحاجات اللي احنا بنستخدم فانا هبدأ اقول 45 is divisible by 3 why because the sum of its digits is divisible by 3 يبقى 45 divided by 3 equals 15 15 is divisible by 3 equals 5 5 is divisible by 5 equals 1 يبقى خلاص يبقى اصبح 45 ده ابارة عن double 3 يعني 3 times 3 is repeated 2 times times 5 بقدر اكتبها 3 squared times 5 عندي 30 سهلة جدا is divisible by 2 equals 15 15 is divisible by 3 equals 5 5 is divisible by 5 equals 1 كتبقى لك ان اللي بتلاقيها at the right هنا على الشماء على السوري على اليمين هنا على يمين هنا بتلاقيها هي prime factors يبقى خلاص بقول كده لو وصلت ده يبقى انا كده كملته تمام تمام وبقى اصبح 30 أصبح 2 times 3 times 5 نقطة مهمة جدا لو انت عندك prime factors تقدر تجب النمبر تب ازاي just to find the product of the prime factor وال30 هنا has no exponential form ما تقدرش تكتبها في شكل exponential form ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر